طيب النهاردة تمرينة طبعاً أهلي مبارح بعد زعمة عودة ممكن مع ضغط المطشات مستر مارسل كولر بيفضل يكون فيه تمرينة خصوصاً للاعيبة اللي ما شاركتش تاني يوم المباراة يعني وتمرينة الشفائي كده وبعض التمرينات الخفيفة اللي عابين اللي شاركوا تاني يوم بعد المباراة اللي هو هيكون بكرة أعتقد يعني لسه مش متأكد بس نظامه ماشي كده طول المطشات اللي فاتت غالباً هيكون راحة ثم مواجهة مش عارف والله القصة بقت صعبة قوي انت بتتكلم على ثلاث أربع خميس هتلعب المباراة ما اعتقدش حتى يكون فيه وقت للراحة مش عارف هنعرف على كل أحوال انا هروح مع زمايلي لنادي الأهلي وهنحاول ننقل لكم أخبار التمرينة وبرنامج التحضير لمباراة الداخلية ان شاء الله اللي هتتلعب يوم الخميس المقبل صعب 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 وانا بتابع معكم حتى جدول الدولي النهاردة في مباراة بالمناسبة مباراة ستستكمل يعني في وقعة هي الاولى اعتقد الاولى ما حصلتش قبل كده عندنا في مصر ان مباراة توقفت زي ما اتقال طبعاً حسب لاحي السربة بقهري كلها تابعنا الحدث المؤسف اللي حصل في السادسكندران مباراة بتاع البراميز هتتلعب النهاردة او هتستقنف النهاردة مش هتتلعب هتستقنف من لحظة توقفها اعتقد توقفت في ديه 49 وبعد بداية الشرط التاني با 4 دقائق هيتم استكمال المباراة النهاردة الساعة 8 مساء وطبعاً نتيجة المباراة كانت وهتتلعب بنفس الظروف او نفس الاسكواد الله اعلم بصراحة انا مش عارف يعني في اسئلة كتير جداً متعلقة بالفكرة دي انا عرف انه في لايحة وعرف انه في الدنيا كلها في حاجة اسمها عذر قهري او سبب قهري يعني وارد بتحصل في اي حتة في الدنيا لكن فكرة انك تستكمل دي انا عرف انه اللايحة هي اللي بتنص على كده لكن كان ايه وجهة النظر من ان احنا نحط بند زي كده في اللايحة مع العلم انه في ظروف كتير جداً قد يكون هناك استحالة في استكمال نفس المباراة بنفس الظروف اعتقد احنا دايماً اللي بنحب نحط نفسنا في خانة اليك يعني على كل احوال هتستكمل مباراة النهاردة الساعة 8 مساء وحسب نتجتها كانت متوقفة بنتجة التعادل وكان فيه طبعاً كلام كتير كده بعد المباراة على التحكيم وعلى هدف اللي احرازه بيرامد زواوة الاخر وعلى كل احوال خلينا هنتابع الاهم بالنسبة لنا مباراة الداخلية دي مباراة الراون تو او الدور التاني في الدوري وان شاء الله بإذن الله هنتابع معاك وتمرينة الاهلي النهاردة واعتقد انه يعني اعتقد مستر مارسل كولر كولر هيستمر فيه سياسة التدوير اللي بيتباحها في الفترة الاخيرة واعتقد ان فيه ناس كتير تقلقت يعني انا شايف انه ديانج راجع حتى في الدائل الصغيرة اللي بياخدها الفترة الاخيرة انا بحس انه ديانج راجع بشكل كبير جداً هل ممكن يظهر ديانج من بداية المباراة ماروان يريح اكرم يريح امام عشور وافشل للاثنين اللي غابوا كنت متوقع دايماً ان واحد منهم هيكون في الملعب غابوا الاثنين صحيح افشل نزل في نهاية المباراكة تغيير لكن برضو الاثنين ما شاركوش بشكل اساسي هل ممكن حد ممكن منهم يظهر اكيد طبعاً هيكون فيه تدوير وهيختلف تشكيل النادي الاهلي في مباراة الداخلية في اطار سياسات مارسل كولر خليني الغاية لما يجهز التمرين ويجهز زميلي في النادي الاهلي ويبدأ التمرين لانه التمرين لسه ما بدأش اروح معاكم